بالنسبة المرض الواهم طبعا مرض الواهم من الامراض النفسية اللي ممكن الاشخاص المصابين بيه بيعيشوا حياة عادية جدا حياة طبيعية ولكن ممكن يعني هذا المرض يزداد حداته مع بعض الاشخاص وبالتالي يأثر على حياتهم ويسبب لهم مشاكل متعددة زي ما ذكرنا مرض الواهم هو بيعتبر من احد المشاكل الصحية النفسية الخطيرة اللي هو لمفهوم اخر او مصطلح اخر وهو الزهان طبعا نقصد بمرض الواهم ان الشخص او المريض بيكون غير قادر على التميز بين الواقع وبين الخيال يعني الاشخاص المصابون بالوهم اه بيعانوا من افكار واعتقادات بيصروا على انها اه حقيقية رغم انها غير حقيقية او ليس لها علاقة بالواقع او اه غير موجودة ولكن هي بتكون من نسج خيالهم وبيكونوا متأكدين اه ان هي حقيقية اللي طبعا اه بنكد على ان الشخص او الاشخاص المصابون بمرض الواهم اه بيعيشوا ممكن بشكل طبيعي جدا وبيتصرفوا بشكل طبيعي في اغلب الاحيان يعني بيكون اشخاص طبيعيين ولا يبدو عليهم اي اعراض لمرض اه وده بيكون خلافا للاشخاص الاخرين المصابين بامراض زهنية اخرى او بيعانوا من الواهم كعرض اضافي لمرض اساسي بيصابهم ومع ذلك بتوجد اه يعني حالات كتيرة جدا من الاشخاص المصابون بمرض الواهم اه بيكون فيه انفصال غير طبيعا الحياة بصورة بتجعلهم غير قادرين على الاندماج في الحياة والعيش بصورة طبيعية مع الاشخاص المحيطين بيهم بالنسبة لانواع مرض الواهم اه مرض الواهم بيصنف الى مجموعة من اه الاصناف او الى عدة انواعه وذلك حسب شعور الشخص بالاوهامه ومن هذه الانواع اه في مرض الواهم اول حاجة بيعرف او اول نوع هوس الحب او العشق اه بيعاني المصابون بوهم الحب او العشق من شعور بحب شخص اخر لهم وانهم على علاقة بهذا الشخص وفي الغالب بتكون هذه المشاعر ارتجاه شخص مهم او مشهور للغاية وطبعا اه بيكون اه يعني هذا الادمان والشغف الزيادة عن الحد الطبيعي بيوصل صاحبه الى مرحلة مطاردة من يحب كأنه هو بيشوف مثلا نجم سينمائي معين بيتوهمه وبيظل بيفكر فيه ليل ونهار وبالتالي ممكن تصل به الدرجة الى انه هو يحاول انه هو يقابل هذا يعني النجم في الحقيقة حتى لو كان اه في بلد اخر وبعيد جدا عنه اه النوع التاني هو هوس العظمة اه الاشخاص المصابون بهوس العظمة بيشعروا بانهم اعلى قيمة وما كان من الاشخاص الاخرين المحيطين بهم وبالتالي بيشعروا في بعض الحالات بانهم المفروض يستحقوا التقدير اكتر لاعتقدهم بانهم اشخاص مهمين مثلا اكتشفوا اكتشاف مهم او ان عندهم موهبة كبيرة محدش عارف ايمتها غيرهم فبالتالي بيعايزين البيئة المحيطة بهم او الاشخاص المحيطين بهم دايما يعني يعظموهم او دايما اه يمجدوا فيهم او اه يهتموا بهم النوع التالت هو هوس الغيرة هوس الغيرة هو بسيط جدا الشخص المصبي بيعتقد اه ان زوجته او زوجها لو كان المصاب الزوجة او المرأة يعني ايا كان الطرف بيعتقد ان الطرف الاخر بيخونه خيانة كبيرة وبالطالي ده بيسبب طبعا مشكلات في الحياة الاسارية. النوع الرابع هو هوس الاضطهاد. هوس الاضطهاد طبعا اه الاشخاص المصابون بهوس الاضطهاد ممكن دايما اه بنلاقيهم بيشتكوا بصورة متكررة دايما دائم الشكوى بيقدموا شكاوى كتير في جهات حكومية او للمسؤولين. اه بشكل مستمر وباستمرار لان بيعتقدوا انهم دايما مظلمين او دايما اه يعني حقوقهم رايحة او بيتعرضوا للإساءة من الاشخاص المحيطين بيهم. النوع اللي بعد كده هو الهوس الجسدي. الهوس الجسدي اه طبعا الاشخاص المصابين به بيعانوا من الهوس الجسدي بيعتقد انه هو عنده مشكلة صحية معينة او عنده عيب في جسده وبالتالي دايما يعني الجزء اللي هو عنده شك او هوس في انه في مشكلة دايما بيتحسسه ودايما شغل باله بيه ودايما بيفكر في هذا العضو من جسمه او بينظر اليه بصورة مستمرة وبالتالي بيصاب بهذا الاتراب. اخر نوع هو الهوس المختلط. الهوس المختلط ده في حال كان الشخص او المريض بيعاني من اتنين او من اكتر من الاوهام اللي احنا ذكرناها وبالتالي بتعرف حالته على انه بيعاني من الهوس المختلط. اذا انتقلنا الى اسباب مرض الوهم. مرض الوهم زي ما ذكرنا هو غير زي زي يعني معظم الامراض النفسية الاخرى اه بنأكد على ان يعني لم يستطع العلماء او الباحثين تحديد سبب بعينه لهذه الامراض. اه ولكن بيعتقدوا ان في بعض العوامل بتجتمع مع بعضها وبتسبب اه زهور هذا المرض عند اه المصاب. من اهم هذه العوامل هي الجينات لانه طبعا وجد ان الاشخاص اللي بيكون في عائلتهم افراد اه من الاجداد او من الاباء مصابون بمرض الوهم او باي اضطراب نفسي اخر بيكونوا اكتر عرضة للاصابة بهذا المرض او بهذا الاضطراب. وبالتالي بيعتقد ان الجينات بتلعب دور مهم في الاصابة بالمرض. وطبعا الاباء ممكن ينقلوا الجينات الحملة للمرض الى ابنائهم وهكذا باستمراره بالتوالي. العامل التاني هو العوامل البيئية والنفسية. العوامل البيئية زي ادمان الكحوليات او التعرض المستمر للتوتر او الضغط النفسي او ادمان المعدة المخدرة لفترات طويلة ده بيساهم في اصابة الانسان بامراض نفسية زي الوهم وانفصال الشخص عن الواقع بسبب المخدرات اللي هو بيتعطى بكميات كبيرة. العامل التالت اه هو العامل الحيوي. العوامل الحيوية طبعا بيعتقد العلماء ان ممكن بعض التغييرات اللي بتحدث في بعض مناطق الدماغ لدى الاشخاص المصابون بالواهم. ممكن يكون لها دور في الاصابة بهذا المرض. اه يعني ممكن اه مناطق الدماغ غير الطبيعية اللي تصاب في هذه الحالة ببعض الاترابات اه بتأثر على المعرفة والتفكير او مراكز المعرفة والتفكير في المخ. بالنسبة لعلاج هذا الاتراب اللي هو مرض الواهم اللي طبعا بيعتبر علاج مرض الواهم علاج من يعني صعب الى حد كبير لان المريض بيكون مقتنع بافكاره وتخيلاته وبالتالي بيكون صعب ان نحن نغير قناعات هذا المريض. فالحل الافضل هو محاولة بناء علاقة اه يعني ايجابية بين المريض وبين الطبيب علشان يقدر الطبيب يحاول يعني تدريجيا يفصل المريض عن هذا الواقع التخيلي اللي هو بيعيشه او بيشعر به. بالاضافة طبعا الى الاستعانة بالادوية زي الادوية المضادة للزهن. وفي بعض الحالات المعقدة بتحتاج الهن هي يتم ادخالها في المستشفى في قسم الامراض النفسية ويتم حجزها لفترات طويلة الى حين حدوث التحسن المطلوب. ده كان كل المعلومات اللي حابين وضحها لحضراتكم بخصوص مرض الوهم انواعه واسبابه والعوامل اللي بتساعد في ظهور هذا المرض. في النهاية ان عجبك الفيديو نتمنى ضغط على زر الاعجاب. نتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء علشان نتعم الفايدة الاكبر عدد ممكن من الاشخاص. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد.